موسيقى 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 الزعامة في عالم كرة القدم لقب دائما ما يثير جدلا واسعا بين وسائل الإعلام والمشجعين فهناك من يرى أن الزعيم لقب يستحقه النادي الذي يتسيد البطولات في بلده وهناك من يقتصرها على بطولة الدوري ولكن هل هذا اللقب يعتبر لصيقا للنادي الذي لقب به على مر الزمن ولا ينتقل لنادي آخر؟ أم أنه لقب متنقل حسب الأرقام والإنجازات؟ لا شك أن لا يوجد كلام قطعي بهذا الشأن فالعاطفة عند الجماهير دائما سيدة الراي هنا صبحكم الله بالخير أنا مهند يوسف وراح أكون معكم مع ضيوفي وكاس سمو ولي العهد والفريق المتوج فيه في النهائي الأسبوع الماضي نادي السالمية الرياضي فتحية للإدارة واللاعبين والمدرب والجماهير وكل أطقم النادي الفنية والإدارية سألتقيكم بعد شوي إن شاء الله مع ضيوفي في الثمنتعش صبحكم الله بالخير وحياكم الله معنا في برنامج الثمنتعش تحية لكل من يتابعنا عبر شاشة تلفزيون الراي في هذا البرنامج يوميا نلتقي في هذا عفوا أسبوعيا خلال ليهلي الجمعة والسبت نلتقي معكم بعد منتصف الليل تمام الساعة الثانية عشر وعلى مدى ساعتين نتكلم في كل ما يخص الرياضة وتحديدا مع شوقة الجماهير هذه الفاتنة الجلدة المنفوخة اللي يسمونها كرة القدم بداية نرحب بطبعا ضيوفي المتوجين توا وقبل فترة طبعا لعب نهائي كأسمو ولي العهد الغالي وتوج نادي السالمية بطلا وعاد إلى منصة التتويج بعد طول انتظار بعزيمة الشباب الموجودين وحسن تدبير وتخطيط إدارة نادي السالمية وبتضافر جهود الكل والطاقم الفني والطاقم الإداري استطاع نادي السالمية العبور والتتويج بطبعا هدف أمام نادي الكويت قد لك للسماوي قد لك لنادي السالمية وجماهيرة وبداية نرحب بالكابتن بدر السماوات لاعب نادي السالمية صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور أخي مهند أحب شكرك على الاستضافة وأحب بارك حق الاسرة السلموية من رئيس نادي شيخ ترك اليوسف والجهاز الفني والجهاز يداري واللاعبين على البطولة الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال وسألا يوفقكم إن شاء الله ويحفظكم من شر الإصابات نرحب أيضا بالكابتن محمد سويدان لاعب نادي السالمية صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور والله الحمد لله وخير أحب شكرك على إضافة الاستضافة هذه وقالت لك حق نادي السلمية هربطولة هذه والخير بقبال إن شاء الله وبارك حق الاسرة السرماوية رأسات الشيخ تركي ومجلس إدارة كامل وإخواني اللاعبين والجهاز الفني والجهاز إداري كل من عمل على هذا الانجاز وإن شاء الله الخير بقبال إن شاء الله صلى الله وفقك إن شاء الله بس وغامج التشير شوي كحلي يبيلا بعد غسلتين تطلع فيه يصير سماوي يصير سماوي أزاك على القوة أيضا الرحب بمحترف نادي السالمية أحمد ديب صباح الخير ومبروك الكاس صباح الخير أستاذ مهند بحب مستعليك وعلى الإخوة المشاهدين وبحب بارك لنادي السالمية لجماهير نادي السالمية الشيخ تركي رئيس نادي السالمية وكل من عمل بنادي السالمية على هذا الانجاز بحب مستعليك أزاك على القوة إن شاء الله وأيضا الرحب بالكابتن نايف زويد لاعب نادي السالمية صباح كله بالخير صباح كله بالنور أخوي مهند طبعا أول شي أشكركم على الاستضافة الحلوة مع أخواني اللاعبين طبعا ما أحب أزيد على كلام أخواني اللاعبين ما خلوا شي أبارك حق الشيخ تركي اليوسف على البطولة هذه وإن شاء الله يا رب أن نقدر نأخذ أكثر إن شاء الله نفرح للجمهور السلموي نعم سبحان الله جنك حمد لنزي بلحية طويلة شوي لا ترى حمد نحن قاعد يشوف نشوف نفس عبالة حلوة لا هذا باتو هذا غير ذابحنا بالنادي والله ذابحنا الله يحفظك حمد الله يحفظه إن شاء الله كان مفترض حمد يكون معنا اليوم لكن ليه ظرف خاص يعني اعتذر ولكصور بالموجودين وإن شاء الله رح يتواجد معنا في القادم من الحلقات وقرت عينك يا كابتن حمد إن شاء الله قبل أن نبتدي بس أبي نتفق أن أياك على شغلة أو على كلمة أبشر هذا لمور طيبة لمور طيبة إن شاء الله كلمة خالد الرشيدي شوال الموضوع لك كلمة أقول حكي خالد الرشيدي مت أتخلص لي موضوعي لأن أتدري بعد كابتن الفريق من بعد بدر السمات كابتن الفريق فما أقدر أتخطار خالد مت أتخلص لي موضوعي خالد مت يصير للشيء الفلاني لأمور طيبة لأمور طيبة لأمور طيبة لأمور طيبة أخذنا كاس ولي العهد كل يوم يطرش لي بالواتساب لأمور طيبة لأمور طيبة لأمور طيبة طيبة دائماً علامة فارقة وعودة جميلة مع هذا الإنجاز وموفقة مع هذا التألق اللافت يا كابتن خالد قبل نبتدي حلقتنا اليوم وندخل في محاورنا عندنا فريق الإعداد مجهز إهداء لنادي السالمية وجمهور نادي السالمية بحضور لاعبين نادي السالمية الأبطال أبطال كاس سمو ولي العهد لنتابع ماذا أعد لنا فريق إعداد برنامج الثمنتاش صفقوا لحيل صفقوا لحيل صفقوا ليا جمهور قولوا لهي شيلوها شيل شيلوها شيل وروا خصمنا منه السالمية صفقوا لحيل صفقوا لحيل صفقوا ليا جمهور قولوا لهي هي شيلوها شيل شيلوها شيل وروا خصمنا منه السالمية أبي اللي يقور يبوس الفانيلا يبوس الفانيلا ومن الفرحة كلنا يناس نغنيلا يناس نغنيلا أبي يا بلي يقور يبوس الفانيلا والله من الفرحة كلنا يا ناس نخنينا سماوينا بطل إلى القمة وصل أزم في كل ما وصل في المنصات سماوي طاير بالسماء دور اسماء بالمقدمة سماوي طاير بالسماء دور اسماء بالمقدمة وغير القول غير الفور غير الدوري غير الكار الكاس هذا كاسي حطيته في رأسي رأسي والله قاسي من قد السماوي من قد السماوي يا إله لله يا الله يا نزرق ما شاء الله يا إله لله يا الله أنت رجلنا على الله لا إله لله يا الله يا لازرق ما شاء الله لاي لحظ الله يا الله توكلنا على الله لاي لحظ الله يا الله يا لازرق ما شاء الله لاي لحظ الله يا الله توكلنا على الله لاي لحظ الله يا الله يا لازرق ما شاء الله لاي لحظ الله يا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماذا سويتم؟ ها؟ ما أدبكت؟ بتوه؟ احنا مرغبينك لا هذا من المنصق الإعلامي هو اللي يزيدها شوية يعني ببع لا بس والله جدا يعني جيت داخل أربعة أو خمس دقائق الكرة ما تطلع بره وقال قول متى؟ يا حبيبي الدوري ما فيه اللعب كله داخل دوري تطلع أساك على القوة أساك على القوة كابتن بدر نبي نتكلم اليوم عن المباراة اللي انتفستوا فيها مباراة نهائي كاسم ولي العهد وقبل هذه المباراة مريت بظروف صعبة يعني لأي فريق يمر فيها وهي إقالة مدرب وتعين مدرب في فترة حرجة تسبق مباراة كبيرة ما يعني شالي صار خلال هذه الفترة واستعداداتكم نفسيا وذهنيا ولما دخلتوا إلى هذه المباراة وأثبتتوا فيها جدارتكم بهذا اللقب أول شيء نحن من درينا بموعد المباراة النهائية خلاص الفريق صار تركيزه كله على المباراة النهائية فكنا نحاول نحن كلاعبين أن نحاول ركز على مباراة الدوري خصوصا عندنا مباراة مع الساحل وقبلها تمت إقالة المدرب فكان تركيزنا أن نحن كلاعبين نكون كمجموعة واحدة نبعد الأمور الإدارية عنه نكون كمجموعة داخل ملعب نحن لاعبين بالأخير نشتغل نسوي اللي علينا بملعب المدرب اللي هو موجود نحن نشتغل معه الحمد لله تركيزنا كان عالي على المباريات عدينا مبارات الساحل ركزنا فزنا فيها خذين ثلاث نقاط وهذا الأهم رح نبارة النهائية كان تركيزنا عالي الحمد لله مثل ما الكل شاف كان كل شيء مهيئ مهيئ للبطولة يعني كان الفريق مستوى بتصاعد مباراة كانت أجواء خيالية أنا أقول لك إياها أجواء خيالية بملعب قالي علينا ملعب ساد جابر وفرصة لنا إحنا كلاعبين أن نكون إحنا أول ناس أو أول لعبين نأخذ بطولة بأستاذ غالي علينا الحمد لله الحمد لله وأنا أشكر للاعبين من هنا أشكر للاعبين على تركيزهم وعلى البطولة نعم كابتن نايف إن شاء الله مر طيبة إن شاء الله مر طيبة هل سؤال اليوم إحنا نستغل وجودكم نسألكم بعض الأسئلة تحملونا شوية بيها هل اللاعبين كان لهم دور في إقالة المدرب السابق الألماني رولف والله شوف كتعامل المدرب مع اللاعبين للأمانة والكل يشهد حتى إحنا يمكن نقعد مع بعض نسوله سواه بالدوانية أو بالنادي إذا كان المدرب ضارك إذا كان المدرب مثلا مملعبك وممركزك الأمور هذه ما شفناها الأمانة لكن الموضوع صار تتش بين المدرب ومجلس الإدارة وإنت عارف بالفترة الأخيرة أن مدرب يقول أنه يقدم كتاب يقول أنه لازم الشيخ يقعد فوق أعتقد ما صارت لأنه بالأول وبالتالي هذا رئيس نادي فإحنا كلاعبين من المدرب نفسه ما شفنا أي عيب يعني وإنت شايف بالفترة الأخيرة أنه في نتايز طيبة بس هذا الشيء هذا ما يدل على أنه المدرب زين للأمانة وإنت شايف إحنا المدرب أغاله وإحنا أخذنا البطولة يمكن إحنا كلاعبين فيه تكاتف بيننا وفوقها التكاتف فيه تكاتف من أعظم أجلس الإدارة والجهاز الفني لذلك الحمد لله توزنا البطولة ساكم على القوة بسألك السؤال عن الفرق بين المدربين الاثنين جربتوا رولف في فترة وبعد إيقالته أسندت مهمة قيادة الفريق فنيا المدرب الوطني سلمان عواد شون الفرق بين المدربين الاثنين والله ما يعني بالتكتيك ما كون مشينا على نفس السيستم المدرب سلمان عواد ما غير شيء عشاء الله يختل الفريق بالفترة هذه الفترة مهمة يعني جوانب أخرى كتعامل كتدريبات المدرب الوطني أقرب حق اللاعب يعني يفهم الأمور بعض الشغلات يعني يفهم المدرب بوطني يعني المدرب سلمان عواد حسبة خونر كبير يعني حسبة خونر لا رأس من براتلي هاي 90 دقيقة يعني صحيح لقد يمكنك شغله فعدتني لغلة المدرب في شغله فعدتني يعني 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 مو شيء تاكتيكي ولا لأني مانا لا أعب المدرب كان يتكلم انجلش و المدرب الوطني يتكلم عربي فطبيعي راح تفهم عربياك كو المباشر كابتن أحمد ديب هل هذا الإنجاز هو مفتاح لثقة يعطي الفريق ثقة للفوز بالدوري أو ترون أنتم منافسين حقيقيين لنادي الكويت والقادسية مثلا نعم مفروض أن نتابع لا نوقف عن هذا الإنجاز الآن باعتبار أن الفريق صار عنده خبرة البطولة الحمد للعرب عمين مبارات اليوم من أهم المباريات لأنه بصراحة لأنه أنت تطالع من فوز بكاس وسمو إلي العهد المبارات اللي بعدها تجي لبعدها تجي سلاح زواحد دين يعني يا أما أنت بتكفي يا أما أنت خلاص يعني بتوقف عن هذا الإنجاز إن شاء الله نحن كلاعبين كمجلس الإدارة وكتكاتف بين اللاعبين قررنا إن شاء الله نكفي المشوار ونكفي ننافذ على بطولة الدوري ونحقق البطولات إن شاء الله نعم ساماتش أنت متحدي فهد الرشيدي أن يشوت الكرة من نص الملعب بشماله خالد رشيدي خالد عفوا الرشيدي يشوت من نص الملعب بالشمال ويحوش العارضة من 100 دينار صف ها ش سوى هو حاشا ولا معاشا حاشا ولا حاشا صدمني أحرجك صدمني بالشمال أنا قلت ما رايحوش حاشا بس رايق كابتن راح تصور الفلوس تاصل لقل تاصل خلاص أنا أخبر مناخ أخبر من خاطئ أمور طيبة هل عندي واحد بتويتر يسأل يقول الشباب كم استلموا مكافآت بعد الفوز شاب داشتين على طمعك نحن ما استلم هذا الجمهور نحن لا ما استلم نحن إن شاء الله الله نستلم كل خير إن شاء الله زين أرجع إلى موضوع الثقة نايف يعني العام أنتو في مباريات ضاعت منكم في الوقت الأخير وكلفتكم المنافسة على اللقب اليوم النادي تعدى الوضع على مستوى الحفاظ على هذه المبارات صار عنده ثقة أكبر طبعاً هو شيء الحمد لله الموسم اللي طاف أنت شايف كيتا وجمعة ترى كان لهم أول موسم مع نادي السالمية فطبيعي تلاقيهم ما في تأغلم مع الفريق أو في عناصر يديدة محليين الحمد لله يا رب الموسم هذا نحن الموسم اللي طاف صعدنا حق نهاي كاس الأمير وخسارنا ضد الغاطسية الموسم هذا الحمد لله نافسنا وشايف يعني من بداية الدوري ما صارت لنا ولا خسارة إلا ضد الغاطسية وتعادل ضد الكويت ويعتبر هذا شيء حلو بالنسبة للفريق الحمد لله لك يا رب في تكاتف بين اللاعبين بالملعب وفي تأغلم وإن شاء الله يا رب يتمهى شيء بين بعض نعم الآن نحن في برنامج الثمنتعش عندنا تسجيل خاص حصلنا عليه راح نعرضه ونبين نسمع رايك فيه طبعا هذا التسجيل اللي انت سمعته اللاعب فيصل عنزي ما أذكر والله نسمع فيصل وايد بس شنو التسجيل وهو ما أدري ها تسجيل شي ضحك تسجيل أحطه حطه ها حطه ها لا خلاص احطه 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 زين كابتن أحمد في ناس تقول ان يعني يعني اراء نلمسها في وسائل توصل الاجتماعي تحديدا ومن خلال النقاشات بان نادي السالمية عنده تفوق واضح للمحترفين هم اللي يعطون الاضافة بمعنى ان مستوياتكم انتو هي اللي معطى الفريق افضلية في التقدم وتعامل المستوى اللافت وعلا شوف يعني انا ما رأى انكروا المحترفين انه محترفين على سوية عالية بس انك تجيب محترفين على سوية عالية مع لعابين عاديين ما راح يقدمون لالشي هذا بيدل انه اللاعبين اللاعبين الوطنيين يمتلكوا كمان خامج كبيرة ما شاء الله يعني بتشوف مثلا كتير لعب موجو معلبيين اللاعبين بين اللاعبين نايف بين اللاعبين بدر بدر بنصف نهائي ووصلنا نهائي فهذا شيء انه الكل نحن حلقة واحدة يعني انا ما راح انكر انه المحترفين على سوية عالية لكن كمان البوطنيين ما راح نهضر حقهم يعني بصراحة عم بحكي وما مجامل قدام زملائي لكن لحنا فريق بشكل عام حتى اللي بره حتى اللي بره استاذ حتى اللي بره مستحقين يلعبوا يعني نعم احنا راح نوقف في فاصل قصير ونرجع نتواصل معاكم في برنامج الثمنتاش لا تبعدون احنا راح نتواصل معاكم احنا راح نتواصل معاكم احنا راح نتواصل معاكم عودة لكم متابعينا وتحية لكل من انضم لمتابعة برنامج الثمنتاش على شاشة تلفزيون الراي بامكانكم المشاركة عن طريق الهاشتاغ اللي اطلقناه في تويتر اللي هو برنامج اندرسكور الوثمنتاش بالرقم بالانجليزي برنامج الثمنتاش هذا هو الهاشتاغ شكرا مخرجنا عصامي القيادة على طبعا وضع الهاشتاغ على الشاشة محمد سويدان يعني معروف عنك انك انت حار ما اتتحاتش بصرقع بديتش بديتش مرة صار لك موقف مع حكم راية رحت له عدنا الموقف شصار الحوار اللي صار خيالي هذا الحين راح 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 يوتيوب اتشوف اتشيك ما في اعلامي يقول لك شنو مصدرات حكم راية صار في سوء يعني قرار يعني او قرار ما عجبك منه رحت له شنو شاهدتك شاكو كابتن ما يصير ما تذكر راح اهو شوائد عشان اهو اقول لك غير اليوم اليوم طاقني بالمباراة زين السماعت ما تعلقت ما شاء الله هذا الموسم قاعد تقدم موسم ممتاز شنو يعني الحالة اللي انت تحب وتفضل اللعب فيها انك تلعب بجانب اللعب كيتا ولا عاد المطر والله اساسا انا لعب نصر كاز يعني لعب يام كيتا بس مرات المدرب يحتاج لعب على الطرف فم انت محتاج مدرب على حزن بريات العب على الطرف اخلص اترك عنك اجابات دبلوماسية وين ترتاح انت مع منو انا ارتاح بنصر مع عادل كيتا صراحة اترك انا مو دبلوماسي ولكن انا قال لعب كيتا لعب كيتا ومع عادل نلعب كيتا مع كيتا كابتن نايف انت كنت تتمنى انك تلعب مباراة نجوم العالم في استاد جابر فالحين ربك عووضك خير واخذت كأس غالية كاهي كأس سمو ولي العاش استاد جابر ولعبت باستاد جابر وحصلت على اول لقب لبطولة محلية مع نادي السالمية طبعا تشريف ما يعني لك تشريف حكل لعب انه يلعب او ضد نجوم العالم مع لعبين منتخب الكويت اللي هم النجوم للأمانة كان هو مو حلم بس كان ودي وطراشت حق الكل وحاولت وحاولت على اساس النبال لكن قدر الله وما شاء فعل للأمانة الكل كان يستحق انه يلعب هالمباراة اما بالنسبة للبطولة طبعا بالبداية ما كنا ندري ان النهائي بيكون على استاد جابر كانت اني استاد نادي الكويت الحمد لله طبعا من صارت باستاد جابر تفائلت لان الجمهور والأجواء بتعطي حماس اكثر حق اللاعبين والحمد لله لك يا رب اهي الصج كانت ما يغارب اثناش دقيقة او ثلاثة دقيقة بس بالنهاية هذا شيء لصالح الفريق نعم كابتن احمد يعني ما شاء الله يعني من اللاعبين المحترفين في نادي السالمية ولك تجارب يعني سابقة ايضا في المنطقة قبل لا تجي غيابك عن المشاركة المستمرة مع النادي هل هذا يأثر على مستواك على رغبتك في الوقوف داخل الميدان ايضا شو فيي بتأثر بتأثر يعني انا ممكن الله بيعلم كيف سبرت وكيف تعزبت في هذا الموضوع تحديدا يعني حتى من بداية انه لما جيت على الفريق بعد ما جدد تعقد مع نادي السالمية انا كيت مع المنتخب اتأخرت حتى الفيزا اللي ادخل فيه على الكويت اتأخرت كتير شهر ونص حتى اني التحائي بالفريق اتأخر اللاعبين فرقوني كتير بالتجهيز بالتحضير لكن الحمدللربعالمين رجعت وبلشت اكيد بتأثر لكن هذا القانون يعني ظلمني بس الحمدللربعالمين انا همشي عندي انه هو الفريق توفق بالنهاية يعني اللاعبين يكونوا ادحالهم الحمدللربعالمين انه الله يعطينا اكتر يعني لكن بالنسبة للي انا عندي الخبرة لاني حتى لما ارجع ما ارجع اني اكون بعيد يعني هذا فضل رب العالمين يعني نعم انساء الله يوفقك ويحفظك من شر الاصابة ارجع الى الهاشتاغ وبعض ما كتب يعني لكم حسين الفجي يقول حبي تبارك حق لاعبيننا الأبطال ونبي الثلاثية تراننا طماعين ان شاء الله واشدعواتكم جمهوركم يبي منكم يعني المزيد من البطولات نور تقول اسأل كباتن افضل لاعب كويتي برأيهم كل واحد كبتن بدر فهد الانصاري فهد الانصاري بشار عبدالله بشار عبدالله انت ما قلت بحالي لا لا السؤال انا قرأت كما كتب حاليين فهد الانصار كبتن بشار عبدالله حاليا فهد وصابغان بشار شو بتحت بالإجابات متفقين هل فريق هذا اللي يكل شي مع بعض على قلبه الله لا يفرقكم كبتن ان اصف بس هذا السؤال يخف معك يقول بدر بدر نطوع بدرانة بس طاقهة واساسية ايضا يسئلك واحد اسمه سوفرانو اتش كيو سبنتين اندر سكور يقول شونو سالفة اللفة اللي براسك مسوي عملية بعد الشرعانكم قبل المباراة عجر وعافي ان شاء الله الله يعافيك وسلامات شنو عسى ماشر قبل المباراة قبل المباراة العربي قبل المباراة كاظمة كنت بسويها وبلغوني اضام جلس الدارة ان بعد النهائي لازم تسويها لان عندنا فيه مباراة مهمة فسويتها بعد النهائي بعد نصف نهاية اخصد بس لك برجعلك بالذاكرة الى تصريح كان للكابتن المدرب المنتخب الوطني نبيل معلول لما قال انك انت من افضل اللاعبين اللي قدموا مستوى في الدوري لكنه لا يملك حل لمشكلتك رأيك في هذا التصيح واثره طبعا يشرفني وجهت نظر مدرب بنايف زويت مثل مدرب نبيل معلول للامانة كان مصر ان اكون متواجد بالمنتخب بس تدري بالفترة الاخيرة كانت في مشاكل الحمد لله لك يا رب استبعدوني وصار اكثر من مرة انه على اساس اني يريد استدعيني المنتخب لكن الظروف عارفة شنوهي وما قدرت امثل منتخب لهذا السبب ان شاء الله الخير بقبال وان شاء الله للمور طيبة ان شاء الله للمور طيبة انت شكلا مو عجبتك للمور طيبة ناطر انا ماشي بشي طيب الله يصلح الحال ان شاء الله كابتن محمد يعني رغم من وجود جمعة سعيد فيصل لعنزي حمد لعنزي الا انك فارض نفسك كحل للمدرب سلمان وان كنت انت يعني من البدلاء في الفريق والله صعب المنافسة في وجودهم صعب والله ادري فيك والله انا حاس فيصل ونايف يعني وحمد وجمعة عودي وعدي ترى والله مو شي سهل والله مو شي سهل صعب حي صعب حتى ما اقدر اتكلها ما اقدر اقول شي لإن شاء الله بديل لإن شاء الله بس تقول والله بني بنفس لا بالنهاية كرة الغدم دائما تعطي اللي يعطيها بالصبر بالموظبة على التمرين يتطور المستوى بالنهاية في امور احيانا تحدث تخدم اللاعب في ظروف معينة يكون لها وقت مناسب للبروز فعسى الله يوفقك ان شاء الله نرجع نستكمل يعني محاورنا في برنامج الثمنتعش ونطلع نشاهد يعني الميني ماتش وتقرير اهداف الجولة الثلتعش من دوري فيفا الكويتي نقل الان الى فيصل لعنزي فيصل لعنزي داخل مطاخد ومنتعش خطرة احمد لعنزي قول قول الله حمد حمد لعنزي السالمية في الدقيقة ثلاثة من عمر من قبل حمد لعنزي هدف اول اذا لمصلحة السالمية القائمة لمصلحة السالمية نايمز زويد حلوى الله حمد العبيدلي على يمين حارس المرمى الهدف الثاني العبيدلي شوف الهدف اللي احرز لحمد العبيدي نايمز زويد والرأسية كانت من حمد العبيدلي صاحب الهدف باني كلاعب بديل ترم العوبة لصالح السالمية حمد لعنزي جمعة سعيد قول قول الله شايف في تغيير غادم اذا هدف لصالح السالمية ثلاثة سفر كويت في كاس سيدي سموه للعهد حفظه الله عطوا مباراة جميلة للطرفين امانة مباراة جميلة وهذه كرة خطيرة فنسيوس اووو يا فنسيوس ضيح فنسيوس وسجل كثير من الهداف الحقيقة في مسيرة الرياضية وحسين شايت لكنها عالية برا الملعب الى ضربة مرمى برا الملعب الى ضربة مرمى عبد الله نحن في lockdown جميلة عبد الله سليمان اخرى. ويشوت. اه راية راية راية. راية راية. لان اه فينسيوس. فينسيوس ماذا? في راية الرفعة هناك. وحكم المبارات ماذا يقول? احتجاد من النادي خيطان. محمد اشكناني شوف اللعبة. شوف اللعبة. مو هذي اللي بيها الامسالت. شوف اللعبة الثانية. وشوف فينسيوس وين كان واقف لما لعبها. هنا. فوتها. شوف الراية راح ترفع. راح ترفع. اه شايف? راح ترفع. لكن حكم المبارات غرر انه باحتساب الهدف ماذا? ماذا? ايضا الاحتجاز لا زال موجود. لا زال موجود. هل تداخل نقول اه فينسيوس في اللعبة? شوف حسين الحربي وهو نعم. اه ها شادي الهمان. اذا تابعنا تغرير اهداف الجولة 13 في دوري بيفا. الكويت يفوز بفوز صعب على نادي خيطان واحد صفر. وايضا السالمية يفوز على النصر بثلاثة اهداف مقابل لا شيء. وكاظما يتعادل مع الفاحيل بهدفين مقابل لا شيء. والشباب يتعادل مع الساحل بنتيجة سلبية. نشوة الفوز شباب ما اثرت عليكم وفستو اليوم بثلاثة اهداف مقابل لا شيء. شون تأهلتوا على المستوى الذهني قبل المباراة؟ شون تعليمات سلمان عواد؟ طبعا للامان ابو طلال قايم بالدور باكمالوجه. يعني كان يحذرنا عن مباراة النصر. نعرف ان شلون انت قاعد تلاحق المتصدر بينك وبين النقطة وتباري المركز الأخير. ممكن هذه فيها صعوبة شوي. فالحمدالله بطلال كان يبلغنا من قبل يومين ان ترى المباراة هذه ممكن اهم مباراة بالدوري. خصوصا انها اخر مباراة بالغسم الأول. فالحمدالله داشين اليوم كانت في صعوبة. من بعد الهدف الأول كانت في صعوبة حتى النصر هجموا اكثر من هجمة نهاية شوت الأول. فالحمدالله شوت الثاني قدرنا نقول قولين. وطلعنا بالنقاط الثلاث. طبعا بالدوري طبعا بالدوري قد تكلم بالواقع حتى لو كان المستوى ممكن عادي اهم شيء نقاط الثلاث. طبعا وهذا الهم. اقول يعني كلم سلمان عواد اذا تناقشت معه. قل له يا ابو طلال ممكن لازرق ازرق. هو يحب تلسي. قل له. قل له. قل له. لا خلنا على تلسي. قل له. احنا افتح باللون لكن اغمج بالأداء. وما اغمج باللون لكن الاداء ضاهم. ما يحددني اقول له اوقع يسمعي. ان شاء الله. كابتن محمد سويدان. شنو اصعب يعني مبارات يعني انضغطتوا فيها. والله اصعب مبارات. كابتن محمد تستذكرها يعني كانت لها ظروف خاصة هذا الموسم. من اي ناحية. فيها ضغط فيها محاتات. السيناريو كان فيها متعب. يعني هي بشكل عام. انت المباريات كلها. يعني اول بتدخل مع الفرق اللي هي اقل منك نقاط. اقل منك مستوى يعني. اقل منك نقاط. جميع المباريات عم تكون اول شي بدايتها صعبة. لانو انت تلعب مع فرق مسكرة. لانو احنا تعرف ان الفرق اللي نلعب مع الشي القادسية كويت. تلعب مع فرق مسكرة. فتكون الحل عندك صعب جدا يعني. فلهيك احيانا نوصل لمرحلة انه نحنا بدنا نجيب قول لتفتح معك المباريات. وهذا باغلب المباريات عم يسيب معنا. يسئلوني شنو انت مائك العالمي كابتن احمد. العالمي انا برشلوني. برشلوني. ها شوك سعيد يعني. عادي حتى لو ما تلعب يعني ما افرشلوني. شنو موضوع الكابح اول ما دخلت لك. اول ما اول يوم بجيب اي كويت samillah All civil Gloria investigate. فعطوا وني سيارة. راح المطعم جيب انopus بالتغنى قبل مرة التمرين. فبصف سيارتي انا في مكان ما اعرف انه ممنوع الوقوف. ممنوع الق أنا نزلت دورت السيارة وبدي المشي بسسسالة أسمع ال contractors كاستلت؟ قالتي القانون هو 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 حاطة نكمح من الجهة التانية أنا ما عارف والشرطي وقف يا راهي أنا ما عارف أنه في شي احد فبي يجي للي ويمت ا área قالت Saya كلاداً مرحباً 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 زين بدر السماسة ما شاء الله أعطيك معها بالعامة يقول ريلك ما شاء الله تبارك الرحمن لك هدفين في الدورة على كابما وعلى النادي العربي من هو الذي أقرب لك؟ لما أنا أقرب لك لما أنا أقرب لك قبل النهائي بكس ولي العد والثاني في الدورة لكن كريمة قولي عليك هادم لأن كبطولة غالية علينا يوصلنا للنهائي وكانت مباراة صفر صفر وشوائي ضافية لكن كبال أجمل قولي على العربي من قال لك شوت على العربي؟ ناين زويد بالملعب؟ ناين كان بيلعب باس قلت لشوت قلت لشوت قلت لشوت قلت لشوت قلت لشوت راسمي مستقبل مدرب لأن أنا أرى لعبه بنفس الوقت مدرب يشهدون اللاعبين أوجههم أكثر من المرة ناين زين هنا عندي أسئلة عبد المحسن الزامل يقول بارك حق الشباب عندك هالموسم السمات وسويدان ونايف مستواهم نار وما تصير الأمور طيبة إلا بعد لقب الدوري إن شاء الله إن شاء الله هنا واحد اسمه راي آخر يقول أبيك تسأل بدر السماتش عن تصويباته من لاعبه المفضل يعني منه اللاعب اللي يسدد وتحبه صحب صحب ممبرشة من التظاهر قبله صحب 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 انتمائك العالمي يعني شو تشجع؟ ريام مدري كلاسيكو قاعد على يميني ممتاز هناك معايات بينكم بين بعض؟ نعم حمد العنزي أنا أبدأ العطول حمد العنزي مألي الناس عندما هاوش نجيب قوله مرتين تهوشتها قبل المباراة قوي زين كابتن عالمياً نايف زوي برشوني برشوني وأقول حق يوسف الجاسم الحقني يوسف الجاسم؟ منسغنا الإعلامي أقول الحقني بالدوري الأسباني فرق خمس نظر مدريد برشلون من الآخر زين يسألك هنا واحد اسمها دابي أو واحد اسمها دابي الكابتن محمد سويدان أخوك أحمد سويدان يقول لك كفزت بكاس ولي العهد بس لما الحين مافزت عليه ببلاي ستيشن يرنك ببلاي ستيشن لا الله بس شيئ الله أهل يتمنى أن يفوزان زين يسألونك عن لعبك اللي تحبها في الكرة العالمية نايمار 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 طقها كابتن سين دقيقة يسألون أيضا لكابتن نايف منه أفضل لاعب عندك عالميا الله ماكو غيره ميسي عبداليسال اسمه سواريز يقول من أفضل لاعب بالتاريخ بالتاريخ ميسي أحسن مرادونا أحسن مرادونا أحسن مرونالدو الظاهرة أحسن مرونالدو مشاهد أحد وجهة نظر عبود يسألكم يقول شرايهم بالحضور بالنهائي الحضور في نهايك سموه لي العهد لما أنا الأجواء كانت خيالية بالملعب من ناحية حضور الجماهيري من ناحية الترتيب فأنا من هنا أشكر الهيئة العامة شاب الرياضة والتعاد الكويتي على التنظيم وعلى حضور الجماهير بصراحة يعني دخلنا الملعب وما توقعنا كان أن الحضور يكون شديد مشعل مشعل يقول مبروك لستالمية أقول حق محمد سويدان صحيح أنه مظلوم بالفريق من وجهة نظري الخاصة لكن أنت لاعب ممتاز والكل يشهد لك كابتن داهن سيرة هذا ظاهر قبل هذا عمع الشيء صاحبك لا هذا عرفه وجهة نظر الجماهير أحمد الفضلي يسأل يقول متى نشوف نايف زويد في المنتخب نتمنى إن شاء الله وليش ما راح حق نادي المحرق البحريني والله طبعا نادي المحرق فاوضوني شخصي لكن ما تم هالشيء ليش تعرقا للموضوع تعرقا للموضوع لأسباب خاصة أحب أذكرها بالبرنامج وخلني أقول إن بيتي السالمية ما قدر أطلع منها الحمد لله يعني يمكن لو طالعها الموسم إن شاء الله إن شاء الله خيرة لو طالعها الموسم ما رفعتها البطولة ليمك أو الكاسة ليمك نعم أيضا هنا عندي بدر الخالدي يقول مساكم الله بالخير جميعا وصل سلامي للعبين من أخوهم وإداريهم بدر الخالدي وقل لهم مبروك الفوز بكاسموا ولي العهد ومبروك الفوز اليوم الله يبقى بدر الخالدي محمد العسك يقول سلم على سويدان وقل لفالك الدوري الله يسأل شكرا لهم شكرا لهم شكرا لهم شكرا لهم ما زليت هذا سلدوانيا راك حاط لهم مفتاح انتخابي فرح عموما يعني عسى الله يوفقكم إن شاء الله مبروكين البطولة وإن شاء الله يحفظكم من شر الإصابة ويحفظك إن شاء الله من شر المخالفات التزم بقانون كابتن ديربالي خلاص ما كوابح وواسطات هاكو أنا بدقع يوسف الجاسم يا يوسف الجاسم ما كلها الله الله طبعا تحياتنا لإخونا المتواجد يعني الآن ما تشفونا وراء الكاميرات المنسق في نادي السالمية يوسف الجاسم وتحياتنا للطاقم الإداري والطاقم الفني ومجلس الإدارة في نادي السالمية مبروكين مرة أخرى الفوز شكرا لكم على حضوركم عساكم على القوة وجميل طريق الذهب والفوز وتحقيق الإنجاز إن شاء الله تكون باكورة إنجازات أخرى يعني عاد نادي السالمية الآن إلى منصة التتويج ودق جرس الإنذار لمقارعة فرق الصدارة في الدوري إن شاء الله تجمعنا القاعدة ماكيني بالدوري إن شاء الله إن شاء الله هذا الله يوفق الجميع إن شاء الله باتر مباراة ليفربول منشستر أبي توقعاتكم شون التوقع أو اليوم لحد واحد 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 نايف زويد يقول واحد واحد سويدان 2-0 ليفربول 2-0 ليفربول روح الثقة آنفلد آم أفية زين منشستر الوضع لا يطمن توقع ليفربول توقع ليفربول كم توقع 2-1 2-1 كابتن أحمد 3-1 ليفربول 3-1 ليفربول 3-1 ليفربول لا أنتو فقال مدمر ما شاء الله نحن فريق متفقى في كل شيء متفقين زين وسؤالنا رح يكون بعد شوي في الزعامة أو أشي بسيلك بيدر من وزعيم الكرار الكويتية متوهقن إذا على الدوري الغاتية إذا على الدوري إذا على البطولات تناعل حتى على البطولات وحكني لا هم متعادلين الدوري ستتعش تتعش خاص حظائب خلنا حظائب مجموعة البطولات لا زين في إنجلترا ليفربول أو لا كابتن أحمد لأن في أراء تختلف يقول لك لا مو شرط أعطني مجموعة الألقاب مو فقط الدوري فأنت لقب الزعامة عندك على أي أساس تقييمك الشخصي هو بيجي على أساس الدوري يعني ما بيجي على أساس إنه كأس أو شي هو بيجي على أساس الدوري اللي أخذ أكثر شي دوري أحيانا بيكون فيه بيكون هو لقب الجمهور بيحب هذا اللقب لهذا النادي بيكون هو ممكن ما بحصل بطولات أصلا كل الجمهور بيحب يسمي ناديه بكيفه لكن هي تجيلة صحية على البطولات إلى البطولات متفق؟ أتفق مع البطولات سألا من زعيم إسبانيا بعد من زعيم إسبانيا بعد ما فيه ركالها شمين برشانيا مدريد 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 بقول مدريد مدريد أخذ بطولات على أيام الستينات ما كان في دوري أصلا والتاريخ جزء يعني من التاريخ هتطليه تاريخ جديد احنا عيالي اليوم خذ بطولات أيام ما فيه أوف سايد ايه والله يا أجمائي بلنا واحد نصبق هوا هنيه أمور طيبة الحوار ممتع أساكم على القوة الله يكون آسف أنا آسف إذا لايكتك بسؤال بس ترى والله العمومي مدحك دش تويتر وشوف الهاشتاج أساكم على القوة وموفقين إن شاء الله شكرا لكم مشاهدينا نلتقيكم بعد هذا الفاصل لنستكمل الحوار ونستحدث طبعا موضوع آخر ومحور آخر في هذه الحلقة وهو موضوع الزعامة من هو زعيم إنجلترا مانشستر يونايتد أم ليفر بول ليفر بول أم مانشستر يونايتد راح نتكلم في هذه الأمور بعد شوي وراح نعرض أيضا تقرير خاص في هذا الشأن وطبعا مشاركاتكم نستقبلها على هاشتاجنا برنامج أندرسكور الثمنتاش ألتقيكم بعد الفاصل موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 التي تحدى فيها الجميع وكسبت تحدي محلياً فلطالما ارتبطت كلمة الزعامة الانجليزية بليفربول الذين كانوا يسيطرون على انجلترا وأوروبا خاصة في فترة المدرب الاسطوري بوب بيزلي الذي ترك اشتركوا في القناة 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 انت الحين مثل قلت عن الكويت العميد طبعا اول نادي امه بوجه انتظرهم انه يتكلمون عن الاهلي قبل لا يصير الكويت طبعا اول كانت لندية الاهلي الكويت الجزيرة القاتسية العروبة والخليج صار او العربي قال يقول لك الاهلي تتأسس هذا بس اذا يتبال التسميل يديده صار الاشهار يقول لك العربي اشتاء ان شهار او الواحد المفروض تحط العميد لكن صارت العميدة الحين عن الكويت ما تقدر انزيل الملكة شون انا بشيلها من القاتسية ما تقدر شيلها من القاتسية فصارت الزعامة العربي لانه من البداية من الستينات هو بدأ الزعيم يعني من البداية من اول ما صار ما صار واحد ورده هو من الستينات هو ما اخذ البطولات اما في اوروبا هناك ليفربول متى صار جامعي اخذ البطولات بالثمانينات بدأ بالبطولات بالثمانينات لا لا بالثمانينات هو السبعينات بعد كان عنده لا لا بدأ أخو آخر السبعينات تقريبا أخو آخر السبعينات لكن قبله كان الأرسنال مااخذ مانشستر مااخذ بوطولات ومااخذ كاسب أوروبا قبل ليفربول ترى بالستينات وغساة يوم جورج بيس إذا سمعت عنهم وبوبي شارلتون يعني أول فريق فاز بوطولة خارجية يعني بوطولة أوروبية مانشستر يونايتن لكن بعد بس بأخو آخر السبعينات بداية الثمانينات بدأ لفربول يحصل البطولات وهذه وأخذ طاف الوتان فمتى أخذ رد منه أخذ منه البطولات مع السير ألكس فيرقسون في بداية التسعينات فهذا صار هنا لاختلاف عبدالعزيز الحردان رئيس نادي مشجعي مانشستر يونايتن بالكويت من هو زعيم إنجلترا بسم الله الرحيم في الوقت الحالي ماانشستر يونايتن طبعا كل واحد تختلف عند المعايير وشتون نقي منه زعيم البلد كل واحد يروح حق الشيء اللي يخدمه أول ما صارت النزاعات بين جمهور مانشستر يونات جمهور ليفربول كانوا يقولون اللافتة الشهيرة اللي يرفعوه حق كانت هنا كان باكون يرأيتين إذا أخذت ثمانتعش دوري تعالنا عقب ما ينايت التساوى مع ليفربول في عدد بطولات الدوري ثمانتعش حق كل فريق يظل ليفربول هو زعيم لشأنه اللي وصل حق أعلى رقم قبل بس لما مانشستر يونات اخذ البطولة رقم 19 ارفعوا اللافتة في أتوقع في ملعب أنفلد اللي هي We are 19 now فالوقت هذا أذكر حتى الصحافة الإنجليزية كانت ما أذكر ذلك كانت الديلي ميل أو المانشستر نيوز اللي قالت نوكتوا 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 أن أزحناكم عن العرش عن العرش فكان مقياسهم على بطولات الدوري لكن صعب على أي مشجع أن يقول لك لا والله أنا كنت زعيم و خسرت الزعامة فنجد نحسب معهم نحسب معهم الف اي كاب نحسب معهم الكابتال ون حاليا هناك نحسب شارتي شيلد هناك نحسب بس نحن دخلناها على المقياس الإنجليزي اللي كانوا يقلسونها على عدد بطولات الدوري والدليل أنها كمباك و نير 18 والدليل الثاني لما ما شاصلنا اتخذ البطولة رقم 19 قالوا أزحناكم عن العرش أحمد أنت متفقوا يا عزيز بأن لقب الزعامة و زعامة البطولات متغير ما يثبت هو بيوسف و لقب إحصائي يعني لقب ما هو ثابت على فريق هو لقب إحصائي بلا ولا بلا خير فاللي حقق رعامة كبارة كيد بيأخذ هاللقب يعني الأكثر عدد بطولات مثلا في الدوري الإيطالي نادي يوفنتوس فقال أن يوفنتوس هو زعيم إيطاليا ليش؟ يعني في بعض الجماهير في إنجلترا تعدين جماهير ليفوربول عندها حسبة ثانية من ناحية العاطفة بيوسف أكيد أنت محتك فيهم يعني في ناس ما تقبل بالضغط من ناحية العاطفة أنا فترة طويلة أنا كزعيم إنجلترا وأنا أكثر بطولات و كذا فجأة راح منك السالفة ما في ناس ما راح تقبلها أكيد جماهير اليونايتد يعني أبو علي هي تقول أنها عندها العدد الأكبر من البطولات مع احتساب بطولات الدرع الخيرية يسوونها مثلا السوبر الإنجليزي بداية الموسم و مع العلم هذه المبارات فيها خمس تبديلات تعرف سير أليكس فيركسون يعني معتبرها من المباريات الودية و قال في تصريح شهير على الموضوع عدل عزيز نتابع هذا الموضوع بس أنا أذكر شغل أبو يوسف لا أذكر شغل تصريح بالضبط لكن أذكر تسويق منشستر يونايتد حق الموضوع هذا كانوا يضعون في المجلة نرى نشتون نأخذ الموضوع هذا بجدية و ما هي ودية و كانوا يضعون الطرد الذي حصل يضعون خشونة اللعب في ذاك الوقت بس مثل ما قلنا في البداية أن التصنيف كل واحد يحاول يصنف على الطريقة التي تخدمها السير التصريح قال قال هذه بطولة تعتبر عفوا مبارات ودية هي بمثابة الإعداد للموسم القابل هي تسبق الموسم بسبوع فهي فترة لتجربة اللاعبين بشكل نهائي قبل بداية الموسم و انطراقها لا أبو أشوف خلأ أقول لك شغل أهم الإنجليز تميزون حتى مع احترامي لباقي الدوريات جديين جديين ما عندهم جسمي يعني حتى لو تكون بطولة وديها يحسبون لها ألف حساب وفيرقس يتكلم يعني يعني كلامه ما عنده لف ودوران السير عنده لي قال لك كلمة يقول لك يقول لك شيء صح يخدم الفكرة والأمور كلها بشكل عام يعني مو على فريق ما نشتغرفاز فيها لكن مهما تكون البطولة هذه يحسبون الأحساب أول شيء شيء نفسي شيء ذهني خلوا أمور الفنية لما نقول لك هذه استعداد جيد لبطولة الدوري فعلا يعني أنت لا تحسبها بأمور فنية حسبها أمور ثانية معنوية نفسية ذهنياً لبطولة الدوري حتى يحسبوا حساب فيها اللعبين لأن أغلب اللعبات اللي تصير في الكاس الخيري شنو؟ أنه ليحن الفريق ممستعد يعني أنا أكتم بدنياً ما أتكلم عن نفسياً يعني أقصد باللياغة لأنه بداية الموسم يعني ليحن ما وصل اللاعب عندهم لـ 100% والـ 90% لدرجة اللياغة بدنياً فيعتبر أنا ما نقول لك هذه استعداد فعلاً استعداد مباراة مباراة استعداد في جميع النواحي موسجل ناحية البدنية ناحية الذهنية النفسية أمور كثيرة فأعتقد أنه حتى لو ما تكون وديها لكن أنا أعتقد أن الإنجليز يتميزون عن غيرهم إنهم جدّيين في كل شيء جدّيين في يعني حتى يعني حتى لما يلعب يعني حتى في الملعب لما نشوفه يعني عندهم اللي ينصاد الأوفسايد يعني كمثال الأوفسايد بسهولة عندهم جريمة هذه اللاعب إن هذا يعتبرون أنه يمكن ان غبي اللي ينصاد بسهولة في الأوفسايد يلعب بس خلط يقول لك هذا يسوي شيء خلط كبير فهو جدّيين في هالأمور هذه نعم وصلني مساج من أبو فهد يقول الزعيم هو أكثر فريق يحقق بطولة الدوري لأنها الأصعب والأقوى وهنا يتضح لنا قوة الفريق والزعيم هو سيد مجموعة معينة وهذا السيد يجب أن يكتسح أقوى منافسيه في أقوى النزالات بعيدا عن البطولات الجانبية مثل الكؤوس وإلى آخره لذلك فأي فريق يحقق عدد البطولات أكثر للدوري فهو الزعيم فهذا اللقب وقتي وليس دائم لأنه يعتمد على عدد البطولات الدوري اقراها أولا تقول اسمي آن أبو فهد الزعيم صفه وليس لقب يصيب كل واحد يحسن في الاسوية يعني الحال أنا تحرشتني بالفسواء أنا الحال ببره ودي أقول ما نشستهر بس يقولني ها عاي اللي شون تقول ما نشست عايز بالزوطات لا 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 ماعني هو راية كيفها خلي قول ليقولها معنا يحضرهم راية لكن انا اقول لك انا ممكن احمد وابن العزيز مو منح انا في احراج ان اذا قلت هناك ما يشتر الزعيم يقول عائليني القادسية الزعيم فبنتحفظ شوي لان ابي الزعيم ابي بلا انا انا ما اقول كلمة الحيث ما اخاف منها حيث لا لا اقول لك سيب الكويت العربي الزعيم بس بكيفك بكيفك العربي القادسية لحنا متعدلين متعدلين بين دولي 16 16 لما تعدلين مع ليبربول بالدوري لما اثنين عدلين 18 بطولة ما زال ليبربول هو الزعيم يظل القديم يظل القديم هو الزعيم انا سؤالي واضح من الزعيم في انجلترا مانشستر من الزعيم في الكويت العربي انا الغلطان اللي سألك السؤالي ابو علي نتكلم عن المباراة الغد مباراة الغد يعني دائما هذه المباراة يسبقها جدال ولوية وتصريحات وأعلام وكثير من الأمور التي تعرفونها أنتوا متفقين الآن أن هذه المباراة هي أكبر مباراة ممكن تقام في انجلترا على الرغم من انخفاض مستوى الفريقين مقارنة بغيرهم أكيد بو يوسف يعني مانشستر رينايتد هذه المباراة لا تعتمد على الإحصائيات ولا تعتمد على حالة الفريق ولا تعتمد على صراع بين مدينتين يعني ليس صراع بين ناديين صراع بين مدينتين فالمبارايات من هذا النوع ما لها شغل في مراكز الفرق ما لها شغل وين كانوا موجودين في جدول الدوري مباراة باتر شير لعنك الحصائيات شير لعنك الشيء كأنها نهائي يديد انسى شنو صار في القسم الأول انسى شنو صار الموسم اللي طافة الموسم القبله مباراة باتر شيء كان كأنه نهائي ليحدده حالة الفريق النفسية وجهزية اللاعبين كابتن أحمد نبي يعني تقييمك الآن لما قدم كلوب مع النادي والتحضير قبل مباراة يعني الغد أو مباراة اليوم اللي راح تجمع مانشستر يناد بليفربول و راح تكون مباراة في معقلكم في الأنفلد و بالمناثبة الأنفلد هو اسم الستاديوم وهو اسم الملعب في ناس تقول عندها لغط أنه هو الأنفلد رود الأنفلد رود هو الشارع اللي يقع عليه ملعب الأنفلد وهو ملعب نادي ليفربول هو ديس اس آنفلد اسم الملعب مع طاقة الخشب بالضبط بالنسبة حق موضوع كلوب كلوب ليس مطالب بشي هالموسم يعني توقيته أنا الآن فيه إدارة توقيته ما كان مناسب يعني كان المفروض أن كلوب يمسك مبداية الموسم بعد النتيجة الكارثية اللي كانت من روجر نهاية الموسم خسرتنا من استوب بالستة ليس مطالب بستوب قاعد يعمل مع أدوات ما أتوقع أن هاي مناسبة له يحتاج وقت طبيعي ليفربول يحتاج وقت بناء وبالنسبة حق مبارات باتشر أنا سألت ما عبد العزيز تحت الهواء أقول الشي قلت له أنا فايز مبارات باتشر مبارات باتشر عزيز مع الزمن أنت من يكون هناك الفوز oui سأبدأ أن أكون ف Rouz 1-0 لم يتم habitu مبارات No وفرق النقاط الثلاث إذا فاز ليفربول راح يتعادل معنا بالنقاط ويصير فيه فرق الهداف يعني وابعها وايد حساس أبو علي شون توقعاتك ببراقب أشوف خلا قولك شغلا هو إذا ليفربول يفوز مو عشان ليفربول زين ليفربول مو زين محتى مع كلوب أنا توقعت أفضل من شديد لكن أنا بس كلوب في ظل المجموعة اللي عنده من اللاعبين يتعامل مع واقع لكن مجير هذا الواقع بنتيجة إيجابية من استلامه مع الفرغة الكبيرة اللي أنا أعتقد فيها يمكن فاز على الستة أربعة أنا أقول لك مع الفرغة الكبيرة في أمور ثانية غير الأمور الفنية قاعد يفوز عليه بس قاعد يخسر نقط من أندية صغيرة لما تصير الأمور الفنية بس الأمور الفنية غير الأمور القتالية داخل الملعب والروح لموج داخل الملعب توقعاتك؟ خلق أقول لك أنا توقعاتك أنا إذا توقع ليفربول مو لي عشان ليفربول زين لأنه مانشستر سيء يعني مانشستر سيء اللي هي أنت توقع فوز ليفربول؟ أنا أعتقد إذا بيصير علي سوء بمانشستر مو لي في هذا أنت فيهم ليام خلق أقول لك لما يتكلمون عن صفات الأندية في إنجلترا يقول لك من أنجح الأندية السابق من أنجح الأندية في إنجلترا وعلى مستوى العالم فلغربول من أنجح الأندية نادي ناجح بس في السنوات الأخيرة النجاح هذا شوفه اختفى لأنه صار أعتقد ركزوا على الاستثمار وعلى الأمور هذه مانشستر يونايت معروف بالشعبية مثل أرسنال معروف بالشهرة فهل الأمور هذه الصفات فأنا أعتقد باتر حتى لو نفوز ليفربول أعتقد أنه سوء فريق مانشستر يونايتد وفان قال يتحمل كل ما يحدث بمانشستر يونايتد نعم طبعا من المعلومات التاريخية بأن تسع لاعبين انتقلوا من ليفربول إلى مانشستر يونايتد ومن مانشستر يونايتد إلى ليفربول آخرهم كان اللاعب في الكنسال عام 1964 انتقل هذا اللاعب من مانشستر يونايتد إلى نادي ليفربول ألتقيكم بعد هذا الفاصل أعود لكم مشاهدينا والله يا جماعة السير لذيذ تحت الهواء يمتعنا دائما بوالي على الهواء لا نستطيع على الهواء لا نستطيع كل شيء يا بوالي كل شيء أمورك طيبة أرجع إلى الهاشتاغ أحمود الهادري يقول مهند تكفى أسأل العصفور منه تتمنى مهاجم بدال بنتكي وقل له أب أب ياب شاب شوف بالنسبة لك بنتكي لعب ما لعب أكثر من مبارات يعني ما قدر حكم عليه مئة بالمئة بس بالنسبة للمبارات التي ظهر فيها ما كان هذا الطموح نهائياً ما رأيك بقرار كلوب وتوافق الإدارة معه بعدم اللجوء إلى مركاتو الشتوية حتى الآن وإرجاء هذا الموضوع حتى الصيف يعني هم اشتروا مدافع بلاش كوركار في هذا السوق لكن مو هذا اللي يطلب الفريق أكيد لكنهم مرجعين الموضوع إلى الصيف بالنسبة للموضوع بو يوسف لفربول حاشتها 11 أصابة وتسع منهم تمزق عضلي لها العضلة الخلفية فآخر تصريح كلوب قال أنا ما أقدرنا أكمل معه الفريق لازم أشتري يعني 11 أصابة تسع منهم تمزق بالعضلة الخلفية هل يعني اسلوب تغيير اسلوب يعني روجرز السابق والآن مع كلوب له يعني ضل في هذا الموضوع ممكن ممكن هذه نقطة والنقطة الثانية البوكسنج داي هي اللي كانت له الموضوع هذا بالضبط نعم على موضوع الزعامة باصل أيوبي يقول الزعيم في الحقيقة صفة مؤقتة وليست اللقب وكأس الاتحاد الإنجليزي اليونايتد والأكثر حصولا عليه من الرجز وليس فقط في البريمير ليغ أيضا هنا حسين الحسيني يقول لي الزعيم هو ليفر بول يا أبو يوسف هذا راي ضيوفي عزيز والموتستراوي وأحمد العصفور ليفر بولي متفقين بأن الزعامة صفة وتنتقل حسب عدد الألقاب فالشباب معصبين عليك رابعك الليفر بولية يقول أبو عبدالله ليفر بول ليفر بول من غير كلام ليفر بول الفخامة ليفر بول التاريخ وخالد الخالد يقول فخر إنجلترا ليفر بول يا أخوك اللي عندك سولهم بيدك اللي ماتمس هالنهار خمسة وهو يقصد طبعا عدد ألقاب ليفر بول في الشامبز ليغ صافة نتورت لا أقول لا أسمع مخرب علينا مخرب اللعب لا هو شوفك الواحد يقول رأي صح لكن احنا مثل ما تقلت إذا تقول إنها صفة موقتة وتنتقل صحيح يمكن صح بس المشكلة إنه أنت لما تكون البداية أنت ماشي الزعام وصارت تلصقت فيك هالصفة هذه صعب إنه عزيز الحردان من الجماهير وأنت عايش أكيد هذا النقاش وهذا الجدل يقارن دائما ما بين جيرارد و سكولز أيهما صاحب القيمة الأعلى برأيك تكلم أنك صعب تشيل العاطفة لكن بواقعية من ترى هو اللي يعطي فريقة الأفضلية مقارنة بينهم كلاعبين بالمفاضلة بيوسف صعب وأنا مغمض راح أقول لك بولو سكولز لحظة سينية من تبقى أكيد أكيد لا أتفهم معي لأن العاطفة لا أستطيع أن تشيلها لا يقلل من ستيفن جيرارد لكن يظل بولو سكولز واحد من أعظم لاعبين ما يشسر السيرة أليكس بيركسون لا أعظم جيرارد ليس لاعبا كبير جدا في كتابه السيرة أليكس لما أتكلم كانت جدلية كان يمدح توقع روجرز الذي قال لازم يبقون عليه و كان يجيد هذه اللعبة يقول لك أنت ربحت المؤتمر الصحفي أنت تربح الإمبارات هي جزء من اللعبة هي جزء من اللعبة نرى سير ربحان في اللقاءات في الحلقات شيء مهم لكن كمشجع ماشا سارينايتد و كمحب لكرة الغدم لا يمكن أن يقلل من ستيفن جيرارد سير قلل؟ سير غير حسبة سير أنا جيرارد أحد من أهم اللاعبين و على الأقل في العهد الحديث على نادي لفرقول لا أقدر أنا أعيك اليوم أقول لك ستيفن جيرارد لاعب عادي لكن لا توقع أنها ردت فعل لأن جيرارد رفض الانتقال إلى مانشستر و كانت ردت فعل من السير ممكن السير عنده حسبة سواء كان فيه في كتابه الله ينكم فاقدين هالحسبة لا أنت شوف خلا أقول لك شاء الله جيرارد كمكانيات لاعب كتكنيك كمهارات لاعب كلاعب يخدم الفريق ما فيه غلاف عليه و خاصة في بداياته يعني لاعب كان أنا يمكن أدرر في المراحل السنية لما أنا أبيه مثال يبع على جيرارد لكن أنت إذا بتحسب مع بول سكولز كخدمة مع الفريق اللعب و كرة تقدم كرة جماعية كرة فرديا قعد تلعب تنسب روحك هذه لعبة جماعية سكولز كان يخدم الفريق و جيرارد يمكن لعب ثمانتعش سنة مع ليفرمول ستة عشر سبعة عشر سبعة عشر ما فاز ببطولة الدوري معهم سكولز كلها نجازات تاريخي توقع تقول اللعبة جماعية لا لعبة إيه لأنه قاعد يخدم الفريق مع مضم المجموعة يعني إمكانيات جيرارد الفردية ما حد يتكلم عليه ولا غمار لكن كمجموعة مع الفريق يمكن أنه لم أخدم المجموعة ولا مجموعة لم أخدمتها المهم أنه نجازات سكولز أفضل بصلوح يسألك يقول يرحم والديك أنا بصلوح تسأل السير من هو بصلوح؟ بصلوح ماذا بتويتر ما عندك حساب بتويتر؟ ما عندك حساب بتويتر؟ ما عندي حساب ولا علوم يقول هل تؤيد يقالت فانقال الآن؟ الآن الليلة الليلة يشيلونه هو قيكز هو قيكز بعد وياه شفت اللي صفق لقوم له هذا أجبته بس مع ماتفق مع الموضوع عزيز؟ لا أم لا أتفق كل ما أتفق صعب أنك تشيل مدربة وشي نص الموسم على الحين صارت وغالبا تكون في صالح فريق مورينو نص نص الموسم تصلي صالح فريق إن شاء الله نفسية ليس تكتكية أنا إذا شلتها الحين غالبا ني أقول لك هم اللاعبين نفسهم لكن نفسيا تلاقي بيلعب لك مبارا مبارتين بيأدي زين بعدين بيرد مرة ثانية يطيح مستوى الفريق كل ما تقيل مدرب كل ما ترجع حق المربع الأول يعني لما نعتزل سير أليكس كنا متوقعين أنه في فترة انتقالية ما بين ثلاثة سنين أربعة سنين على ما يرد الفريق مرة ثانية يحقق بطولات أقلت ديفيد مويس ورديت حطيت فترة أول شيء جيغز مسك الكان كيرتاكر بعدين الموسم اللي ببعدة فانغال هم أنت ردينا مرة ثانية حق مرة ثانية حق مرة ثانية من ثلاثة سنين لأربعة سنين عشان ترد تبني الفريق مرة ثانية فمرحلة البناء عندك راح ترد من الصفر كل ما غيرت مدرب رائع أنا أقول فانغال تاريخ مانشستر كبير هذا هذا نقطع سعودة في تاريخ مانشستر فانغال وقبله مويس فارغسون بأسوأ حالاته مانشستر بأسوأ حالاته ولي عنده اللاعبين يأخذ بطوله ويمشي وين هذين تلاميذ عنده في أليكس بيركسون كلوب قال في المؤتمر الصحفي رفضت عرض لتدريب مانشستر يونايتد من السير أليكس بيركسون بعد اعتزاله يعني تتوقع هل كنا ممكن نشوف مانشستر يونايتد بوضع مختلف لو وافق كلوب في ذاك الوقت لكن كلوب رفض لان ارتباطه بعقده مع نادي الألماني السابق وما درب الفريق هل راح يكون أثره طيب على مانشستر؟ أكيد اسم كبير ويخدم أي فريق بيوسف وحتى آخر تصويت حق جمهور مانشستر كان يتمنون كلوب صحيح؟ والآن يتمنون في بعضهم يتمنون مورينو بالضبط اسم كبير كلوب أنت مو مع إقالة فانقال الآن؟ لا مو مع استمراره مو علي أنت مع إقاله من اللي يخلف فانقال بمجهة نظرك؟ أولا الآن متاح في السوق؟ مورينو 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 لأنه الآن قاعده فاضي ما عنده شيء فرصة ذهبية الآن حق مانشستر لكن ما يشون يحسبون لأنه انت المشكلة تايش صارة الآن؟ صار استثمار ما أكوي هذا يفكر بتياجه هذين اللاعبين حينا هل نظرون أتمنى أنه ما يصير زين لأنه منافس لي لكن أنت هذين اللاعبين لليفربول صار استثمار ما صارت أمور فنية وفوز صارت كلها تجارة الآن هذا استثمار عموما نحن نتركض لقاء لقاء الليلة أو مساء اليوم اللي راح يجمع ليفربول مع مانشستر يونايتد الساعة خمس بتوقيتنا وطبعا في آخر ثمن مباريات التقوا الفريقين في الدوري كانت هناك الأفضلية لمانشستر يونايتد في الفوز بست لقاءات ومقابل فوز ليفربول بلقاءين أما في آخر سبع مباريات في الأنفلد ملعب نادي ليفربول فازوا ليفربول في أربع لقاءات وتعادى ليفربول مع مانشستر في لقاء وانتصارين لمانشستر يونايتد يسأل لك محمد يوسف يقول من هو زعيم المانشستراوية في الكويت لا يوسف سهلا محرج لا أدري من أقوله بس أقوله ليس على الموضف تحياتنا ليس على الموضف ولكل المانشستراوية اللي تابعونا وأيضا تحية موصولة لجماهير الرجز ليفربول الأغلب يعتقد أن العداوة التاريخية بين ليفربول ومانشستر يونايتد أساسها كرة القدم لكن الموضوع وايد أكبر من كرة القدم سنرى هذا التقرير ونعرف ما هو سبب العداوة بين الكبيرين ليفربول ومانشستر يونايتد رغم كثرة القمم وتنوعها في إنجلترا إلا أنه لا يوجد لقاء في كل بريطانيا يعادل قيمة مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول فالعداء التاريخي بين الفريقين لم تكن أسبابه كراوية فقط ففي القرن الثامن عشر بدأت مدينة ليفربول بخطف الاهتمام من مدينة مانشستر بميناء المدينة الذي أنعش المدينة اقتصادياً لكن في بداية القرن التاسع عشر أنشأت مدينة مانشستر قناة مائية تفوقت على ميناء ليفربول وأدخل المدينتين في صراع سياسي واقتصادي كبير ثم انتقلت هذه العداوة إلى المستطيل الأخضر فقد قال جيرارد في كتابه أكره كل شيء في مانشستر يونايتد كل ما له علاقة في هذا النادي أكرههم بكل ما أملك من عاطفة أما واينروني ابن إيفرتون فقد قال لا يوجد شعور أجمل من التسجيل والفوز في الأنفيلد ومشاهدة الخيبة على وجوه جماهيرهم وعلى أرض الملعب لن ينسى أحد احتفال جاري نيفل بجنون أمام جماهير ليفربول بهدف الفوز ثم عودته للأنفيلد بالكأس وخسارته ورد جماهير ليفربول عليه وإلى حادثة سوارز وإفرة الشهيرة الاتهامات العنصرية وما تبعها من أحداث وكل ذلك ليس إلا تعريفاً بسيطاً لدرجة العداء بينهما فديربي الشمال الغربي كان ولا يزال وسيبقى أعظم لقاء في بريطانيا كلها مهما كانت حالة الكبيرين عدنا لكم مرة أخرى وبالمناسبة يطلق على اللقاء اسم ديربي الشمال الغربي أو معركة بريطانيا الكبرى كما اسمتها بعض الصحف هناك في إنجلترا تقام المباراة في أغلب الوقت في منتصف اليوم ظهراً بتوقيت إنجلترا وذلك للاحتياطات الأمنية ولتجنب شرب الجماهير للمشروبات الكحولية وهذا الأمر يؤخذ فيه بعين الاعتبار دائماً في ملاعب إنجلترا وتحديداً في بطولاتها ودوريها خاصة في الأحداث الثمانينات حاولوا قدر الأمكان بحملات إعلامية ليخففون من حدة الجماهير تجنباً للكوارث التي ممكن تصير في ملاعب كرة القدم هذا فعلاً أي مباراة كبيرة حين إجلترا دائماً يجعلون المباراة كبيرة نبتشر قبل الأجزاء نعم وحتى المحلات التي يمكن دار مدار الأستاذ تسكر في هذا عشان الشغب ما الشغب يخافون أن يسكرون دار مدار هذا الأمر طيبة والي فاتحين فاتحين يعني أنا كذب ويمكن حضرت كذلك فاتحين بارت ريح توتنهم مانشستر ملعب توتنهم وايت هارت لين وايت هارت لين طريجة غلج انت رحت بسيارة أو بالمترو والقطار لا لا بسيارة اذا بالمترو تغير محطتين ايه محطت صعب حضرت مباريات حضرت بالأنفلد ايه شنو آخر مبارات حضرتها حضرت ضد مانشستر حضرت لا لاسف آخر مبارات شنو حضرت مات الموسم الإطاف مع كابتن عزيز مع ستوك مع ستوك ايه خسر فيها الفربول لا الأولى اه الأولى اوكي كابتن عزيز ما شاء الله دائما يعني انتم بعد يعني مع نادي مشجئين ماتشستر رينات دائما تنظمون ننظم رحلات في الموسم سنة سوري في الموسم رحلة رحلة واحدة بس رحلة واحدة رسمية غالبا حضرت مبارتين في الموسم الواحد آخر مبارة حضرتها ضد سوانزي في الثلاثة واحد سلمون عليك وعلي في تويتر عليكم سلمون ويقول لك محمد محمد الصالح واحد من المشاركين يقول فان قال مدرب مغرور جدا وفاشل ودليل تصريحاته الدائمة وخصوصا آخر مشكلة لا مع الصحافة شفتوها؟ ايه شفت حق الصحفين حق الصحفين وزين أحسن سويته عشان الصحافة يتولونه وكلام حلو خوش كلام صالح ما قال عن فان قال ايه صالح كلامه صالح 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 ما تعتقد أن فان قال الآن يعني خاصة أنه مثلا أتكلم عن لاعب بقيمة بول سكولز والقيمة العالية للفريق وأيضا هو يعني قريب جدا من الفريق من جيكز أيضا ما يحدث في التراشق هذا ومن جانبه تحديدا بمقالاته وانتقاده الدائم لفان قال ما تعتقد أن هذا يؤثر على منظومة الفريق على اسم مانشستر كابراند كان يقدر يوصل هذه المعلومة لصديقة والقريب منها وهو جيكز أوكي بو يوسف أذكر عندي مقالة نشرت في الراي تفصل بين سكولز الأسطورة بين سكولز الناقض الرياضي وقلت فيها قلت أتمنى كان سكولز أن يرفع سماعة ودش النادي ويقدم نصائحة بدون لا يسوي شوشرة ولو تلاحظ من مقالة سكولز الأولى هنا النادي بدأ يتكلم عن لعب الممل قبل مقالة سكولز لا أحد كان يقول لك المباراة مملة كان الكل كان يتكلم أنه لكن لا أحد يتكلم عن لعب الممل إلا بعد مقالة سكولز سكولز عرض على أن يكون بالطاقم وهو اللي رفض ورد عرض عليه مرة ثانية قال وهو اللي رفض دور اللي قاعد يسوي هذا دور كان أناقض الرياضي وصاحب قلم ويكتب لي بي لكن أنا كم شجع كم أحب سكولز و كم أحب المشاستر كنت أتمنى أن الموضوع هذا يكون ما يكون بالعالم ما يكون بالصحافة ما يكون بالتلفزيون أنا الفتاة نظري تغريدة وهذه التغريدة من دي سيفن مان اللي هو ضامي زيد يقول من الحساب هم سوي كابتشر على الحساب بريمير ليغ أرب اللي هو إي بي أل فور أربس يقول 86 بطولة رسمية يتقاسمها الفريقين فيما بينهم 44 بطولة لليفر بول 42 بطولة لمانشستر يونايتد ليفر بول والردز هو زعيم إنجلترا وحاط هاشتاغ ديربي الشمال الغربي قلنا لك كل واحد يحسب البطولات لا حسب التصالح هذه اللي هو حاطة البطولات الرسمية لا هذه مؤكد مانشستر فائز أكثر بطولات أعتقد ليس الدوري يتكلم بشكل عام نسأل برقولي بيوسف هناك ناس تعسب الدرع الخيرية هناك ناس لا تحسبها هناك ناس تحسب البطولات الرسمية البطولات الرسمية هو يتكلم عد ما أدري هل هو أدرج البطولة الدرع الخيرية من ضمنهم أمانة لا أملك هذه المعلومة لكي أتكلم عنها لكن ما شاء الله الهاشتاغ مولع في المشاركات أنا بحاول أقراركم جزء منها نايف العبدلي يقول قبل خمس سنين أو ست سنين كان ليفر بول ولكن بعد ذلك تم تجريده هذه الزعامة بفضل السير أليكس بيركسون الكنديري عبادين يقول إذا تحسبها بالبطولات أكيد طرف الصبع الصغير لقدم سكولزي أعظم من جيرارد إذا تحسبها بالزلقات أكيد جيرارد ملك العالم بالزلقات هذا الكلام المستفز الذي يوصلكم أنتم كمشجعين ليفر بول ما يمكننا الرد؟ يوصف السوالف لا نخلي منها لكن يكون داخل ملعب أكيد هالجمهورمان تستر مهووس بجرارد؟ جدا بصورة غير طبيعية مقارنة نادي بلاعب تعطيك صورة عن حجم اللعب إيجابي قد تساوي يقول من أصعب منافسكم هالموسم؟ هم منافسين نفسنا مانشستر لنافسنا هالموسم يقصد عن صراح المراكز والبكفور هم مانشستر بقالي من أصعب منافس لي مانشستر هنا تدمن وجتنا وراءة 19 نادي منافسنا ستوك ستوك أخذ مننا ثلاثة نقط يعني محوت سوانزي أخذ منك تعادلنا مع أسوانزي أو فاز علينا لا فاز علينا مراكز نفسنا علينا يعني أخذ منك ثلاثة نقط صراحة مانشستر وضع مانشستر ليس بمكان الطبيعي ولا بوضع الطبيعي نعم وضع غير طبيعي بصقر يقول عساكم على القوة على هذا البرنامج باتر راح ينجلدون مانشستر و أخذ على الضحك أنا برشلوني و أحب فخر إنجلترا ليفربول مع قلب حب أنت بس تكره عن مانشستر عن ليفربول اللي مدحون ليفربول لها طوف مو تقول وايد زين عزوز أندرسكور الجهني يقول ليفربول اللي معاكم مقاعد يتكلم عدل عموما لقب الزعيم يطلق على من يرفع اسم دولته و ليفربول هو من عرف بإنجلترا و هو من رفع رأسها بكرة القدم أبو يوسف أنا قلت لك هذا لقب إحصائي أنا لا أستطيع لا أستطيع أن أقول إذا عاما هو قاعد يبدأ ليفربول نعم هو لقب إحصائي بالأول و بالأخير يجب أن تشهد مدر محسن خالد يقول ليفربول و قطع باتر عزيز أو مباراة اليوم من اللاعب الذي تعول عليه في بروزة في هذه المباراة من وجهة نظرك أتوقع من روني اللي بربولية خايفين من فلايني لكن أتوقع من روني باتر يا بروز أبو علي ولا واحد ولا واحد أبو علي ممطق يسودها أبوان باتشاب دي يعني حتى اللاعبين اللي مختارهم يا أخي هو يتحمل أبو حتى من اللي تعول عليه باتر فريقه أول على لاعبين أول على فرميني وأول على هندرسون إذا عزيز يعول باتر أو اليوم على منفس روني روني وعزيز وأحمد يعول على هندرسون وفرمينيو هندرسون وفرمينيو عموما رح نوقف في آخر فاصل ونرجع نواصل معكم في الثمنتعش وموضوع الزعامة ومباراة اليوم ليفربول مانشستر يونيتد عود لكم مرة أخرى وحديثنا عن مباراة اليوم وموقعة الأنفلد اللي راح تكون من ضمن جولات البريمير ليغ ديربي الشمال الغربي ومباراة ليفربول مانشستر فالأنفلد يمنع على جماهير ليفربول بتاتا الذهاب قرب مكان دخول جماهير مانشستر يونيتد أو حتى الاقتراب من باصهم أو حافلتهم وسط حصار أمني مكثف حيث قام مشجع ليفربول في آخر التسعينات برمي بيضة على السير أليكس فيركسون وكانت هذه من الحوادث الشهيرة في مباريات الفريقين حضرت مباراة ليفربول ومانشستر حضرت دابل مال برباتوب ثلاثة اثنين وللأسف كنت حاضر لربعة واحد قبلها في موسمين كل مباراة حاضرها ضد واحد من بيب فور ذا فست حضرت على هكس إذا خسرت ردت تقري ويند مرة ثانية ماذا أجمل لحظة عشتها في ديربي الشمال الغربي؟ دابل برباتوب وقتها أنا كنت قاعد في سرد فردنت وما أتوقع في لحظة أحلى من هذه دابل بروني على سيتي حضرت؟ لا ما كنت حاضر كنت في الكويت ماذا أجمل لحظة عشتها في ديربي الشمال الغربي؟ سواء هناك أو أنك أنت في الكويت تابعتها ومكان ثاني؟ قول كويت على مانشستر بعد مهارة سواريز داخل ثمانة عشر ثلاثة واحد؟ ايه سواريز كان بروح داخل ثمانة عشر ما شفت مع مدافعين تعول اليوم على كلوب بأنه يجيد قراءة المباراة تتفوق على فانجال؟ ايه دي كلوب من ناحية الحماس كلوب مدرب عرف على الديربي عرف تعلم على اللاعبين عرف يحضرهم نفسيا ومدرب حماسي والديربي يحتاج هذا نعم وبالمناسبة بو علي كلوب وفانجال تقبلوا بألمانيا أربع مرات مواجهتين كسبها فانجال مواجهتين كسبها كلوب يعني حتى تاريخيا ما في واحد أفضل من الثاني مواجهة الغد هي قد تحسم الأمور إذا ما كان فيها تعادل وهو كلوب شوفه مثل ما قال أحمد أنه يمكن في المباراة هذه يعطي شيء إضافة غير الأمور الفنية اللي داخل الملعب يعطي إضافة الروح الحماس وفعله والمفروض في هالمبارايات في أمور كثيرة خارج الملعب تساعدك للأداء صح داخل الملعب 90 ديجا صح داخل الملعب فأعتقد أن كلوب يمكن يتميز بهالنقطة هذه وفان قال مشكلته أنا ما بي أقولها على تاريخها المدرب هذا أنه ما يقرى خاصة اللعبات المهمة ما يقراها صاح ما يقرى الخصم صاح ما يقرى الملعب صاح فيها يمكن يفتغد له الأمور هذه يعني حتى لو بعض الأحيان يمكن أنت قلت لي بويس مرة من المرات لما قلت عنك فان قال قلت لي تاريخ هذا فعلا هو تاريخ لا أحد ينكر الشيء لكن لا أرى تاريخه وبصمته حاضرة معه مع مانشستر ويأتي من استلم مانشستر فهذا اللي يعني شوية يجعلنا ممتفاعلين نحن كمشجعين مانشستر هذا اللي يجعلنا نحن ممتفاعلين هنا يعني للتو نزل خبر في صحيفة الميرور يعني تقول أن لو تم إقالة فان قال من مانشستر يونايتد السير أليكس فيركسون قد يعود لإتمام المواصلة مع قيادة الفريق فنيا حتى فقط حتى نهاية هذا الموسم عزيز رأيك في هذا الكلام تستبعده أم لا تطالع من المرر يعني ولا ما أدري بيوصف أستبعد إن شاء الله توا نازل الخبر تازه أستبعد يعني توا نازل الخبر الساعة شامل حين دم 10 بالليل تغير من 11 بالليل منه منه فاضي مثلا يجتمع هذه الحزة هذه عشان يقول لك واحد هذا يدور اللوية أو يقرر يقول لك إذا وقيل فان قال فاركسون راح يرد ما أتوقع فاركسون وضع الحين كديراكتر بالنادي صعب أن يرد مرضان للتجربة خالد مدوه المانشستراوي يقول زعيم مانشستر زعيم إنجلترا هو مانشستر يونايتد سكولز هو أفضل من جيرارد ونجم المباراة غدا مارشال رأيك في هذا الصفقة أبو علي مارشال لاعب والله صفقات يعني جيدة لكن نتكلم عنهم داخل داخل الملعب يستحق سعره؟ هو موهبة وشابة لكن يستحق هذا السعر العالي اللي شراء فانقال؟ أنا أقول لك لا عزيز صحيح المعب 36 مليون؟ لا أريد أن أقول هالكلام لماذا؟ قلت لك أن هذه فيها علامة استفهام يعني المدرنب أنا أعتقد أمور مادية مفنية أنا أعتقد أهوة أهوة البلاثي بلاثي يعني فيه شيء أهو مستفيد منه ممكن ماديا إحنا خذنا رأي عزيز عزيز ما عنده مشكلة مع فانقال ومع استمرارة أي استمرارة؟ خيب أحتمل رأي أنت إش رأيك يا رحمد؟ بأي موضوع الموضوع فانقال مع مانشستر يونات تؤيدي قالت أم استمرارة؟ بيستمر كيدا إيه عشان ينطق مانشستر دليل أنه يعني هو حلقة الضعف بالفريق من وجهة نظرك؟ دعا ما أشوف حلقة الضعف أشوف أنه بيستمر يعني مع مانشستر ما بيمشي إيه لأن إذا واحد ضد مانشستر ويقول هالكلام يعني ليش يبي يستمر؟ المدرم ممتاز لا عشان يبي يغلق اللي تاب بعدها يبي يغلق خلتها شوف شون هني تعرف أنه صح أنا كلامي بس هذا خوش خبر قلتا إذا باتر إذا فيه عقبو العزيمة بنغال أتمنى أن يفوز ليفربول عشان يشعل بس اسمع هني واحد بافاري تعرف شو بافاري؟ هذين ميونيخ يقول أنا بافاري محيد لكن من نقاشكم كلام السير كرم الله يستر متناقض شلون؟ ليفربول مو زعيم والعربي زعيم شونه مقص لقب الزعيم عنده؟ هذي فيها بعدين أقول لك قبل أتحل ما يقدر ما يقدر قلبه متعور بالصوبين إذا راح مانشستر وهو إله فالراح على العربي وهو إله تاخذها بكج أعطاكم إياها زعامة بكج عند كرم نحن ديانا مبارات اليوم أتوقع أن نرى مانشستر مختلف خاصة أن المبارات لها مروف خاصة أكيد مانشستر لديك الرد تغير طلقة لعبة في مبارات شلسي كان أداة زين طلعنا بتعادل في سوانزيهم كان أداة جيد في مبارات نيو كاسل كان أداة ممتاز لكن بعض الأغلاط الفردية التي ضيعت علينا الإمبارات أتمنى أو أتوقع أن يستمر الرتم دام أننا دخلنا بالفورم اللاعبين كل واحد يأدي اللي عليها توقع إن شاء الله باتر يكون أداة ممتاز إبراهيم اليامي يقول ليفربول بس أبو عبدالله ليفربول يقول في تصريح حق جيرارد يقول أكره مانشستر بكل ما أملك من عاطفة مدينة مانشستر مهوسة بجيرارد وإن شاء الله الفوز اليوم ليفربولي هذا كلام أبو عبدالله محمد نايف الشمر يقول بطولات ليفربول الرسمية 44 بطولة بطولات مانشستر يونيتد الرسمية 41 بطولة الزعيم هو ليفربول يوسف الصالح يقول بطولة الدرع الخيرية مو مدرجة بالفيفا فما تنحسب كبطولة الدرع الخيرية مان يونيتد زعيم إنجلترا لأنه عنده عدد ألقاب في الدوري أكثر من ليفربول ليفربول هو فخر إنجلترا مشاري يقول فخر إنجلترا ليفربول إبراهيم اليامي أيضا يرجع يقول مهند العقل والمنطق يقول ليفربول هو الزعيم ويعني أعتقد أكتفي بهذا القدر من الأسئلة في هذا الموضوع وعلي قبل الختام مرة ثانية يعني توقعاتك لنتيجة مباراة اليوم أنت بتوقع الخسارة بس ما تقول نتيجة لا أنا أشوف مشكلة صراحة أحب مانشستر تحب توقعاتك في غراءاتك شو تقول توقعاتي مانشستر بس مات منه عشان أبي مانشستر ينهزم أنت مشجع لا تحب النادي لا أحب النادي أتمنى على الفوز في أسوأ الظروف أنا مانشستراوي تعصب مو مانشستراوي عادي من أيام منه؟ من أيام جورج بيست و بو بي شارتون يوالله 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 جورج بيست و بو بو بي شارتون مزيد لا تبقى تسأل يعتذر أبو علي عزيز الحردان 1-0 1-0 مانشسترا 1-0 مانشسترا نتيجة كبيرة قلت أحمد ليس بعدد كبير لكن يكون اتساح كعداء وكنتيجة لكن ليس بعدد كبير يمكن توقع ثلاثة صفر ثلاثة صفر لليفربول على مانشسترا عموما شكرا لرئيس نادي مشجعين مانشستر يوالله عبدالعزيز الحردان شكرا لأحمد العصفور عضو رابطة نادي ليفربول بالكويت شكرا لسير محمد كرم على وجوده ولو أنه مزعله فانغال مدرب مانشستر يونايتد ولكن تبقى الأمور بالميدان وفي معقل الردز اللي راح يشهد المباراة اليوم ليفربول مانشستر يونايتد الردز بمواجهة الرد ديفلز تمنياتنا التوفيق للفريقين وأن نرى مباراة فيها قيمة فنية كبيرة بحجم وتاريخ الفريقين نراكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم والجمعة القادمة بعد منتصف الليل الساعة 12 في برنامج الثمنتاعش أنا مهند يوسف ومالوح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة